تتواصل فعاليات الملتقة الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر بأسوان فعاليات الملتقة تمتد حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتضم عدداً من الورش الحرفية والتدريبات وورشاً لاكتشاف مواهب الملتقة الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر شهدت فعالياته ورشاً فنية وثقافية بالمدينة الشبابية بأسوان الملتقة تنظمه الهيئة العامة لقصول الثقافة وتستضيف 129 فتاة وسيدة من ست محافظات حدودية هي الشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأصوان بالإضافة إلى القاهرة فعاليات الملتقة تشمل تنفيذ عدد من الورش الحرافية منها ورشة فن المكرمية إضافة لورشة الكروش والخرز وورشة الاكسسوارات باستخدام خامات مختلفة وفي مجال الورش الفنية أقيمت ورشة الفن التشكيلية وتتناول الفنون التشكيلية المختلفة مع إحياء التراس النوبي الفعاليات أيضا شاملت تدريبات حول كيفية التفرقة بين الجلد الطبيعية والصناعية وكيفية تصنيع العطور النوبية والأصوانية من عطور مختلفة باستخدام المسك وطحنه ثم دمجه بمجموعة من العطور في نفس السياق عقدت ورشة لاكتشاف المواهب حول فعاليات كتابة السيناريو وتهدف لتنمية قدرات الفتيات الإبداعية وكذلك فعالية حول الغناء والموسيقى لتنمية السلوك من خلال الموسيقى واكتشاف المواهب الصوتية وتنميتها مع تقويمها على أغاني التراس والأغاني الوطنية والفلكلورية فعاليات متنوعة زخر بها الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر لإسراء التنوع الثقافي والفنية لأمهات المستقبل ومربيات سواعد مصر وعقولها